اشتركوا في القناة ألاف الدنمات من المزرعات المتجانسة أدت إلى تزايد المضرات لدرجة لم يسبق لها مثيل لكن الحل السريع، الإبادة الكيموية، يشكل خطراً ويلوث البيئة غالبية المبيدات الكيموية لا تتحلل بسهولة، بل تتغلغل إلى مياه الشرب وتسبب الأمراض للإنسان إذن، كيف نحارب المضرات دون أن نؤذي الإنسان؟ الإجابة طبعاً هي البومة، آلة صيد طبيعية للقضاء على القوارض كجارح ليلي، تقع عيناها في مقدمة الرأس، وتسمح بتحديد بعد الفريسة بدقة تتمتع البومة بحاسة سمع أقوى منها بكثير، وبطيران صامت بفضل ريشها الناعم وأطراف ريش الطيران التي تشبه المشت وبالإضافة إلى مخالب طويلة، كل هذا يحولها إلى صيادة رائعة للقوارض وحليفة حقيقية للفلاح يكشف بحث يواظ موترو من الجامعة العبرية أن زوجاً من البومة يقضي على ألفين حتى خمسة آلاف قارض في السنة قدرة كهذه تحسن من إنتاج محصول البرسيم مثلاً بأربع وعشرين بالمئة كونت الشهية الكبيرة للبومة موضوعاً لبحث علمي يترأسه موتي تشارتر من جامعة تل أبيب حل اللغز يكمن في الكبتولة وهي بقايا الوجبة التي تحوي كنز القوارض، القوارض سابقاً فأر الحقول، فأر البيت، الجر والجر والجربيل أهمني أن تشمد أنه لا يتستمر من جامعة الكامل الذي ندرشه يجب أن يتعبون أبيبات المحددة لأن أبداية المصادرين يمكنهم الحلق أكثر من الأبداة لأننا نأخذ عضاً لأن يتقابون أبيبات المصادرين وأننا نأخذ بجربي في أمه الأبداة أو نزرق بسد وأن الأبداة المصادرين بساعدة المصادرين إذن كيف من الممكن أن نساعد البومة بأن تستوطن في المناطق الزراعية؟ أمير عزر عضو سلاح البحرية مراقب طيور ومصور مدير مشروع سكن جديد للأزواج الشابة تولد صناديق الذخيرة من جديد وتستخدم بمثابة صناديقة عشيش للبومة السיפור הזה התחיל בזה בעצם שרציתי לצלם ציפורים לידר דיוק אופודורסים ופשוט לא ראיתי אותם בשטח אז החלטתי לעשות מעשה, להציב להם את התאיבות ושיהיה להם מטרי כינון וזה מה שהם קיבלו בסופו של דבר והתוצאות מדברות בעד עצמן כלי אנש לא הולכים, אם מסתובבים בלילה אז כמעט על כל נקודה תצפית אפשר לראות תנשמות بفضل تشبث أصحاب المشروع بالمهمة وبعد سنوات من الجهد ينتشر اليوم 1640 صندوقاً في سبع مناطق مختلفة في إسرائيل شاوليا فييل مركز مشروع الإبادة البيولوجية في مستوطنة سداء الياهو يرى النتائج على أرض الواقع החולדות למשל כיננו בשקולות התמרים וגרמו לנזק אדיר של עשרות אחוזים של פחת ומהרגע שהתנשמות התבססו בחלקה הנזק פסק היום כמעט שאין חולדות התיבות הכינון מפצות אותם על חוסר באתרי כינון אין יותר שימוש בחומרי הדברה נגד מחרסמים השימוש בחומרי הדברה הקשים החריפים והמזיקים לא קיים יותר כי התנשמת עושה את רוב העבודה היום עובדה בעמק בית שען יש לנו ברוך השם כמאה אלף דונם של חקלאות אינטנסיבית שכבר מאה לעשר שנים לא משתמשים בחומרי הדברה ואפשר לומר שהמודל עובד בהצלחה tots청ת None תעררפו إلى العوسק جارح صغير صياد محترف وصديق مخلص للفلاح فعالية العوسق النهارية تجعله الشريك الأمثل للبومة القدرة على الرفرفة في المكان والرؤية الحادة تسمح للعوسق بأن يكشف القوارض على بعد مئات الأمتار وقت الصيد يغوص العوسق في حين تكون أجنحته مغلقة ويرسل مخالبه إلى الأمام وشيء إضافي حياة العوسق العائلية هي فوق كل شيء نصب صناديق التعشيش يخلق مكان تعشيش جديد ويرفع من أعداد العوسق والبومة عندما تنصب الصناديق في السهول الزراعية فإن الجوارح تستقر بها من تلقاء نفسها ومن دون تدخل رجال البحث تؤدي المراقبة المتابعة العلمية وجمع المعطيات إلى ظهور نتائج على أرض الواقع يدور العوسق والبومة في دوريات مزدوجة وتكون نجاعة الصيد لديهما عالية ومكوثوهما في الحقل يشكل خطرا على حياة القوارض المضر في سنة 2005 توسع المشروع إلى مستوى إقليمي تم التواصل مع الجنرال سابقا منصور أبو راشد مدير مركز عمان للسلام والتطوير بهدف التنسيق بين الأردن وإسرائيل من أجل بناء مشاريع اقتصادية لم يعطي المظهر الغريب للبومة انطباعا إيجابيا عنها في الحضارة العربية لذلك كان من الصعب إقناع المزارعين في الأردن بأن البومة مفيدة للزراعة حقا 17 سنة سنة أعود للمشاريع هذا في المشاريع يملك البلد من أجل بناء هذه المشاريع وعندما تخبرون أنك تريد أن تضع قطة تعداداً فأنا سأخبرك أنك تنظر حقاً أنا أعطيها إنني أردتها إذا لم تضعها بالتعالي سوف أطلبها أجل سأخبره مع المشاريع قبل أن يكون هناك الكثير من الجنر الآن أنا أستطيع أن أتمنى أنك لا تجد أي شيء. أنا أعجب أن يعمل مع المجددين مع المجددينين مع المشاهدة لتعطي المعرفة إلى المعرفة للغاية. نعم! سيكون 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 إذا كان هذا يعمل جيدا لا نريد أن يتبه سيكون لدي أو ثلاث أخرى لدينا حتى 200 محافظات كما أننا لدينا 700 محافظات ثم ستذهب إلى السيريا إلى إراك إلى أخرى أخرى لا نستطيع أن نذهب ونظرهم السيطرة ونفعل ذلك بالطبع! هذه هي ركومنتك في ركومنتك أن تبدأ إلى المجددين للغاية يلخص الدكتور يوسي ليشم من جامعة تل أبيب على المشروع العابرة للحدود ما الذي فعلنا فعلنا هنا فعلنا هنا خدشانية رب تحومية التي فعلنا بمشلش من ثلاثة تحومية الأولى كانت الأنخية של החקלאים יש לנו היום בפרויקט 300 חקלאים שבשבעה אזורים שונים קיבלו הדרכה המסודרת במשך כל השנה מהצוות שלנו אנחנו עשינו ניתור ומחקר של ההצלחה של התנשמות בתיבות הכינון החלק השני היה חלק מאוד משמעותי של חינוך והסברה שבו הפקנו הרבה מאוד חומרים הפקנו תוכנית לימודים לבתי ספר באזורים החקלאים הפקנו קרזות פוסטרים וזה עבד יפה מאוד וככה חקלאים התחברו לנושא החלק האחרון המרשים של הפרויקט הזה היה התקנת מצלמות אונליין במגדל המים בקיבוץ תירת צבי ששידר 24 שעות ביממה בשידור ישיר מחדר המיטות של תנשמות עם תשע ביצים שהצליחו לגדל חמישה גוזלים אנשים ראו איך מביאים כל חצי שעה שעה אחבר בלילה לכן והחומר הזה פה מראה שעם שיתוף פעולה של כולם הסיכו שלנו ללכת קדימה הוא גדול השורה התחתונה חקלאים יחד עם אנשי מדע ואנשי שמירה טבע יחד מוצאים את הפתרון הנכון في هذه الأيام مشروع البومة والعوسق كمبيدات بيوليجية يبسط أجنحتها وينتشر إلى حقول زراعية جديدة في إسرائيل الأردن والسلطة الفلسطينية فهو يثبت أنه من الممكن إبادة القوارض من دون استخدام السموم الحمامة استبدلت في الشرق الأوسط بالبومة والعوسق كسفراء والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة